طيب فيما يتعلق بالمنتخب الوطني يعني اولا خلينا استعرض معاكم المجموعات وكده طبعا اقول لكم بشكل يقيني مين تقريبا او مش تقريبا مين 100% هيكونوا موجودين ومين هياخدوا منهم واحد او اتنين نشوف الاول فيما يتعلق بين المجموعات عندنا طبعا المجموعات ستة المجموعة الاولى فيها الكاميرون وبركينا فاسو واثيوبيا والرأس الاخطر المجموعة التانية فيها السنغال زمبابوي غينيا ملوي المجموعة التالتة فيها المغرب وغانا وجزر القمر والجابون المجموعة الرابعة بتاعتنا فيها نيجيريا مصر السودان غينيا بساو المجموعة الخامسة الجزائر كودفوار سيرليون غينيا الاستوائي المجموعة السادسة تونس مالي موريتانيا جامبي فيما يتعلق بجدول مباريات مصر في المجموعة الرابعة عندنا اول مباراة ان شاء الله هتبقى الثلاثاء 11 يناير ستة مساء هتبقى نيجيريا ومصر مباراة التانية السبت 15 يناير ساعة 9 مساء مصر وغينيا بساو المباراة التالتة والاخيرة هتبقى الاربعاء 19 يناير مصر والسودان الساعة 9 مساء كلنا عارفين ان هو اختار 40 اسم عشان يتم تصفيتهم وكلنا عارفين ان قواعد البطولة بتقول ان في قائمة 23 لاعب بالاضافة لخمسة احتياطيين يعني ليك الحق ان انت تبعد 28 اسم 23 اساسي وخمسة احتياطي لازمتهم ايه الخمسة الاحتياطي لو عندك فيه اصابة مؤكدة وهيخرج تدخل واحد مكانه من الخمسة او كورونا او اي حاجة من الحاجات لحضراتكم عارفينها دي وارب طبعا يبعد الشر عن الجميع